إليكم يا سادة الآن عن أسباب حريق المتحف المصري الكبير بالرماية ورد إلينا منذ قليل أن هناك أكثر من عشرة عربية إطفاء ذهبت إلى موقع الحادث حيث تمكنت في 50 دقيقة سيارات الإطفاء في إخماد الحريق الذي نشب بسبب اندلاع نيران في السألات الخشبية للمباني التي تقام تحت الإنشاء وحتى الآن يجرى التحريات المكسفة عن أسباب اشتعال هذه السقالات الخشبية سنوافيكم بالمزيد عندما نعرف الحوادث والخسائر التي تسبب بها هذا الحادث الأليم الذي تسبب في أزمة مرورية ضخمة بالمنطقة وسنوافيكم إياها